بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تتوالى هذه الحوارات واللقاءات مع الضيفات الكريمات المشاركات إن شاء الله والحاضرات في مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بالنسخة السادسة معنا اليوم من باريس ضيفتنا الكريمة الناشطة والصحفية كريستيان جيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نبارك لكم ذكرى ولادة السيدة الزخرة عليه السلام ونبارك لكم هذا التوفيق في الحضور لهذا المهرجان بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم لدعوتي إلى هذا المهرجان وللشرف أن أكون حاضرة معكم هنا أحسنتم طبيعة حضوركم لهذا المهرجان حضوركم في تفاصيل حضرت جلسة من جلسات ما هي طبيعة حضوركم في هذا المهرجان؟ لقد تم الدعوتي لهذا المهرجان باعتباري ناشطة إذ أني اليوم ناشطة وحاضرة بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي وأنا كذلك صحفية مستقلة وعاملة في مجال التوثيق ويبدو لي أنه قد تم الدعوتي طبقا لهذا العنوان لكي أستطيع التواصل مع مواطني بلدي وذلك قد مكنني من مشاهدة العراق الذي لم أكن أعرف عنه شيئا من قبل وخاصة في السنوات الأخيرة التي عانى بسببها من كوارث كبيرة على المستوى الإنساني وهكذا فإنه طبقا لهذا العنوان قد تم الدعوتي وأرجو أن تكون أنشطتي باعتباري رئيسة لجمعية تقافية للتواصل بين إيران وفرنسا فقد أنضيت في الماضي زمنا غنيا بالتجارب الذي سمح لي ومكنني من التعرف على حضارتين وبالتأكيد فأن الحضارة العراقية هي التي كنت أتطلع إلى معرفتها بكل سرور طيب هذا الحضور الأول لكم في هذا المهرجان أم بالنساخ السابقة أيضا كان لكم حضور في نفس الصفة ضيفة في الواقع هذه المرة الأولى التي شهدت فيها هذا المهرجان ولم تتح لي الفرصة سابقا للحضور إليه على الرغم من مجيء إلى كربلاء في عدة مناسبات لثلاث مرات من أجل المشاركة في مسيرة الأربعين أحسنتم طيب لو أردنا أن نسأل ما هي الفائدة المتوخات في الحضور يعني تحضرون جلسات وتستمعون وعلى اختلاف هذه الجلسات وما يطرح فيها ما يخدم قضية المرأة المسلم اليوم باسم السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فما هي الفائدة المتوخات من الحضور بالتأكيد إنني راضية جدا لتمكني من المشاركة في هذا المهرجان لكي تزداد معرفتي بالإلموذج الذي تقدمه لنا فاطمة الزهراء عليها السلام باعتبارها مثل أعلى نسائي لنا نحن النساء في الغرب ولكن أيضا لمشاهدتي كيف تمكنت النساء العراقيات من التعاطي مع هذا الرمز لإثبات وجودهن وتجاوزهن جميع الصعوبات المطروحة في المجتمع العراقي السائر نحو إعادة البناء وهكذا فإني مهتمة أن أتمكن من معرفة ولو القليل من الأشياء التي كنت قد رأيتها من قبل هنا كما أثني على جهود النساء العراقيات على هذا التنظيم على الرغم أني لاحظت وجود بعض الصعوبات على سبيل المثال فيما يتعلق بفهمنا لما تم طرحه في المؤتمرات لسيما حين نكون محاطات بواسطة الإعلام الذي يسعى إلى نشر رسالتنا أو إعادة بث حواراتنا لذا فبالتأكيد أني أعتقد أن حضورنا إلى هذا المؤتمر مهم للغاية وأن الحضور إلى هنا على المستوى الدولي لنسوة أخريات يستطعنا نقل المعلومات إلى النساء العراقيات ولكن أيضا ما تقدمه النساء العراقيات بحق من أسلوب حياة يلقى الأهمية من قبلنا لأننا في الغرب نواجه بالتأكيد ظروفا من نمط مختلف حيث يجب أن نحيط أنفسنا بالتحفظات والتي تعد بالنسبة إليكنا أمرا سهلا وأعتقد أنها نعمة كبرى أن تستطعن تطبيق هذا الانموذج بشكل عملي ومن دون حواجز أعتقد أن تنى النساء العراقيات أركان المجتمع العراقي وأنا من ناحيتي سعيت لاحتذاء إنموذج النساء الإيرانيات لأن زوجي كان إيرانيا أحسنتم طيب يعني الحضور في هذا المهرجان أجواء هذا المهرجان كما تعلمون وطلعتهم الآن خلال هذه الأيام أنه جمع كثير من الجنسيات بالنسبة للأخوات اللي لا يشاركنا فيه فهذا التلاقح في الأفكار والحديث والأجواء اللي يعيشوها برأيكم ماذا تؤثر على حياة المرأة المسلمة خصوصا التي لا تعيش في بيئة مسلمة مثل حضرتك بالتأكيد أن المجتمعات تختلف فيما بينها كما أشرت إلى ذلك آنفا لذا يجب علينا أن نقوم بتكيف الإنموذج الذي تقدمه لنا والذي نحن أيضا نسعى إلى جعله قابلا للإندماج في مجتمعنا لكوننا قد استبصرنا إلى الإسلام منذ أكثر من أربعين سنة لذا فإننا قد قمنا بدمج هذا الإنموذج ولكن مع وجود فجوات بالتأكيد لأننا نمتلك مقدارا أدنى في المعرفة لهذا الإنموذج منكم حيث أرى أنكم تهمكون حقا بمعرفة أكثر عمقا منا فيما يتعلق بفاطمة الزهراء عليها السلام وحضرة السيدة زينب وأخويها الحسين والعباس لكني أعتقد أن لدينا ثمة فرصة تمكننا من تحديث الأسلوب بالنسبة إلى النساء المسلمات التي يتوجب علينا أن نمثلهن في الغرب وذلك بما نستفيده بطبيعة الحال من إسهاماتكم ولكنني أعتقد أن لدينا نحن أيضا إسهاماتنا التي نقدمها إليكم وهذا يعني أن هناك تواصل متبادل لبناء إمرأة مسلمة معاصرة تتكيف مع الأوضاع ومع المجتمع ولكن مع حفظ المبادئ الأساسية للأسرة ولتربية الأطفال وهذا حسب ما أعتقد ما سوف يرشدنا إليه هذا المهرجان أحسنتم طيب أحنا أكيد أدمن نريد أن نتحدث في أن هذا المهرجان شكل إضافة أكيد في حياة المرأة المسلمة لا سيما لحاضرة المطلع على التفاصيل عن بعد والحاضرة هناك فرق أكيد هذه التجربة برمتها لو أردنا أن نتحدث عن إذا نقلت هذه التجربة أو نقلت هذه التجربة بالإمكان تكون على نطاق ضيق في بلاد غير مسلمة مثلا لو أردنا أن ننقل هذه التجربة عن طريق من حضر أنا أسمع منكم من حضرتك الإجابة إن شاء الله فيما يخص هذا الأمر وبالمرور على تجربتك الخاصة في هذا الإطار إن شاء الله بعد ما أتوقف مع هذا الفاصل إذن لنا وقفة مع هذا الفاصل ثم لنعود في رحابي مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة حواراتنا إن شاء الله متوالية مع الضيفات والحاضرات والمشاركات في هذا المهرجان الحديث إن شاء الله مستمر مع الضيفة الكريمة الناشطة والصحفية كريستيان قيام مرة أخرى حياكم الله أستاذا بداية في بداية الحديث كان لكم انطباع معين عن مشاركتكم أو عن حضوركم كضيفة لحضرتي من الجلسات وأيضا انطباع العام عن هذه المشاركة والأجواء وكان إن إشارة قبل أن نتوقف أنه هل بالإمكان أنه يعني نخلق هكذا يعني هكذا فكرة أو بالإمكان هكذا تجربة هكذا مهرجان أن ننقل هذه التجربة لكن في بيئة غير مسلمة ولو على نطاق ضيق بالإمكان أنه نخلق هكذا أمر في بلاد أخرى غير مسلمة وخصوصا أنه لدى حضرتش تجربة خاصة يعني تحتضن أو تضم كثير من المفاهيم اللي تعرفتي على السليم فيها مفهوم التحرر مفهوم الانتماء إلى الإسلام فنسمع تجربتكم إن شاء الله ثم تلقي بظلالها على سؤال نتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم يبدو لي بأننا أفراد مختلفين في كل مجتمع ولكل مننا خصوصياته وحين اعتنقنا الإسلام باعتباره دين عالمي ولذلك يجب علينا التفكير بأن عالمية الإسلام تستطيع مساعدتنا للحصول على مثل أعلى ونموذج تام قابل للتطبيق في جميع المجتمعات مع إن ذلك ليس هو الحال فيما يتعلق بانتماءاتنا إلى مجتمعاتنا في الغرب ففي الوقت الراهن لا يمكننا التنقل بارتداء العباء أو الشادر لأن هكذا أمر يعتبر علامة فارقة قد يترتب عليها بالنسبة إلينا خلافا لما نريد نوعا من الإجحاف والإضرار وبالتالي نحن ننتمي إلى مجتمعاتنا التي نعيش فيها مرتديات للحجاب ولما أوجبه الإسلام على المرأة من التحفظات الضرورية ولكن من حيث كوننا ننتمي إلى مجتمعات غير إسلامية فمن هذه الناحية نحن مجبرات التقيد بما هو مفروض وذلك بلا ريب أفضل لأننا من خلاله نستطيع أن نحمل رسالة الإسلام لكننا إذا كنا نوصف من قبل الناس بالغرابة بمعنى أن نكون معزولات في حدود العباء أو الشادر وننتمي إلى طائفة مختلفة إيرانية أو عراقية فإننا لا نستطيع أن نوصل رسالة الإسلام وذلك ينبغي أن نتصرف تصرفا آخر فعلى سبيل المثال أني أعيش ضمن المجمع الفرنسي مع متطلباتي كوني إمرأة مسلمة لأقوم دائما بارتداء الخمار ومع ذلك فإني لا أقدم على مصافحة الرجال ولا تقبيلهم مع إن ذلك من تقاليد التحية هناك وأيضا فأنا أتجنب الإختلاط كما في وسائل النقل ولذلك فإني لا أستعمل وسائل النقل العامة بل أستعمل وسيلة نقل خاصة أو أقوم بالمشي أو بركوب الدراجة أحيانا إذا اقتضى الأمر وعلى سبيل المثال فلكوني صحفية أكون مشاركة في جميع المظاهرات على سبيل المثال مظاهرات أصحاب الستر الصفراء فأكون حاضرة على الدوام لكي أستطيع أن أكون بين الشعب وهم يتقبلون حضوري فيما بينهم على الرغم من كوني مسلمة أرتدي الحجاب غير أن ذلك يعتمد على الطريقة التي تطرحين فيها نفسك في المجتمع إذ يجب أن تكوني اجتماعية وأن تكوني مقبولة وذلك هو سلوكنا في الواقع والذي يجعل الناس منجذبين إلى الإسلام مجتمعنا الفرنسي يتأسلم أكثر فأكثر لأنه يوجد الكثير من المسلمين في هذا البلد حيث يقدر عددهم بين 8 إلى 10 ملايين مسلم في فرنسا بالتأكيد ليسوا جميعا يطبقون الإسلام ولكن مع ذلك فالحال هو هذا نحن نشكل اليوم قوة وحضورا مؤثر فنستطيع أن نمرر الإسلام ولو في الخفاء كما كان عليه الحال في الماضي حيث أصبحت مسلمة وكنت الوحيدة في مدينتي التي ترتدي الحجاب الشرعي إذ كان هناك عدد قليل من المسلمات المحجبات بينما اليوم فإذا قصدتم مدن فرنسا ستجدون كثيرا من النسوة المرتديات للحجاب وعليه فإن الأنموذج اليوم ليس هو ببساطة أن تضع المرأة الحجاب بل هو أيضا السلوك وإن فاطمة الزهراء قد أعطتنا مثالا للحياة في المجتمع وأعتقد إنها سمحت لنا أن نعبر عن أنفسنا وأن ندافع عن حقوقنا وهذا هو ما نفعله على التوام وحينما نكون داخل المجتمع الفرنسي نكون في جهاد دائم لأننا مجبرات أن نكون في مواجهة مجتمع معادل لنا كمسلمات ولكننا نتصرف بحيث يكون وجهنا ويكون سلوكنا بالنسبة إليهم مقبولا وذلك يسهم في تغيير أفكارهم المسبقة عننا ومن ثم فأنا أعتقد نحن لدينا الإنموذج التي قدمتمه لنا فبحسب وجهة نظري هو يفتقر إلى المزيد من التواصل أكثر مما هو عليه الآن إنه لأمر جيد جدا أن تفضلتم بدعوة الأجانب ولكن يجب أيضا أن تتقبلوا التبادل المشترك بمعنى يوجد بالفعل تمت علاقات متبادلة بين النساء المسلمات العراقيات والنساء المسلمات في الخارج بمعنى إن المدعوات إلى هذا المهرجان بمجرد عودتهن إلى بلدانهن ينبغي أن يبقى التواصل معهن لكي تتولد نوعا من الخبرة القابلة للتطبيق والتكيف نعم حقا هذا هو الذي أفكر فيه أن يتحقق أنموذج عالمي للمرأة ومع ذلك يمكننا تطبيقه على جميع المجتمعات وهذا هو في الواقع الأنموذج العالمي ولكن هناك أيضا العديد من الطرق التي يمكن سلوكها كما قال صديقة البلجيكية إيزابيل بريل والتي كان لها ماض طويل باعتبارها ناشطة وصاحبة جمعية لتربية الأطفال ولتربية الأسرة وأنا أيضا فقد كنت وبفضل زوجي الإيراني الذي وافق على تربية طفلين لي الذين كانا مسيحيين حيث سرنا جنبا إلى جنب إلى أن قام ولدي باعتناق الإسلام وهو الآن لديه عائلة مكونة من أربعة أطفال وهم مسلمون على مذهب أهل البيت ولدي بنت اعتنقت الإسلام على مذهب أهل البيت وصديقاته مسيحيات وهن محبات فعلا لأهل البيت وهن يعرفنا الإمام الحسين لأننا نكلمهن عنه وبعضهن وفقنا للمجيء إلى كربلاء ولديها صديقات من السنة وهن مهتمات كثيرا بأهل البيت لأننا نكلمهن عنهم لأننا حين يكون لدينا احتفال أو مناسبة ندعوهن للحضور حتى وأن لم يحضرن فعلى أي حال إذ لم يشاركن معنا في الاحتفالية فإنهن سيعرفنا بوجود مناسبة تغص أهل البيت فيحاولنا أن يكون مهتمات بما يدور في هذه المناسبة يعني بالإمكان إذن أن ننقل هكذا تجربة في بلاد غير مسلمة وتلقى أصداء باعتبار حتى تشكل فرصة للمسلمات في البلاد غير المسلمة بالتأكيد مع الأخذ من نظر الاعتبار القيود التي ذكرتها لأننا لا نستطيع أن نجعل ما نقوم به بعملية قص ولسق للإنموذج المطلوب بل يتوجب علينا تكييفه مع النظام نعم من المؤكد حسب ما أعتقد إن النموذج فاطمة الزهراء قابل للنسق واللسق في مجتمع معين مع رعاية التحفظات أو القيود التي أشرت إليها وأنا أعتقد أن الواجب الذي يقع على عاتقي حينما أعود إلى مجتمعي إني في البداية أقوم بالثناء على المجتمع العراقي الذي لم أكن أعرفه أبدا من قبل وذلك لكوني مهتمة ببلد آخر وهو إيران أما الآن فسأحاول أن أكون متفتحة الذهن بعد وفاة زوجي لكي أتعرف على بلدان أخرى مثل الجزائر ومثل العراق وبعض البلدان العربية كالمملكة العربية السعودية واليمن فجميع هذه البلدان في حالة كفاح لمناهضة العدو الصهيوني من أجل تحرير فلسطين وتحرير جميع الشعوب المضطهدة في العالم نحن جميعا على نفس الجادة للتظاهر ونتظاهر بحضورنا وهذا هو المطلوب من المسلم الثائر والملتزم في المجتمع أحسنتم طيب إن شاء الله بعد العودة إلى بلدكم هناك رسالة حتحملوها ما مظامين أو فحوا هذه الرسالة من كل هذه التجربة التي عشتوها إن الرسالة التي أود حملها إلى أوروبا هو أن أشير هنا إلى أني أستعمل وسائل التواصل الاجتماعي على تنوعها كالانستجرام والتليجرام والتوك توك والواتساب إلى آخره لكي أقوم بنقل المعلومات التي عندي فيما يتعلق بالإسلام ولا سيما بما سأكون قد حملته معي من العراق وهو أنه فيه مجتمع مليء بالطاقة والحماس والفضل في ذلك يعود إلى النساء الناشطات اللائع يحاولن الاستلهام من كافة الأفكار الحديثة وهنا نقطة مهمة أود الإشارة إليها وهي مسألة التربية الجنسية وهي مسألة كبرى وذلك لتفشي الجنسيات في المجتمع الفرنسي وفي عموم الغرب وهو أمر من الممكن أن يصل مع الأسف إلى مجتمعاتكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وينبغي عليكم أخذ الحيطة والحذر أزأ هذا النوع من الدعايات المغرضة التي من الممكن أيضا أن تصل إلى مجتمعاتكم إن لدي هدف أسعى إلى تحقيقه يتعلق بالعراق وذلك لكونه البلد الذي جرى فيه هذا المهرجان وهو بيان أن الأنشطة الجامعية والعلمية في هذا البلد يمكن أن تكون كذلك نموذجا بالنسبة إلينا ويمكن أن تساعدنا في تطوير مجتمعاتنا في فرنسا أحسنتم أكيد من القلب كل التوفيق الحضر تيجي وأكيد كل الشكر والتقدير لما تفضلتم به صراحة فيما يخص الحوار الليدار والموضوعات التي أثرت ونتمنى إن شاء الله أيضا نلتقي بيكم في النسخة المقبلة بإذن الله تعالى تكون لكم مشاركة أيضا وتكون هذه المشاركة مميزة شكرا جزيلا الحضر تيجي إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الحديث في أمان الكريم ترجمة نانسي قنقر